مرحبا 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 ان شاء الله يا رب الكل يكون بخير اليوم محاضرتي اليوم ما راح تكون صف الثالث الاستعدادية عندنا لنا لنا هم هواي زيادة عن لزوم سوينا لهم مراجعة سوينا لهم منهج كامل لكثرة الطلبة صف الثالث المتوسط على مراجعة مركزة طبعا انا ما راح امطيكم هواي مراجعات وهواي حلقات راح اختصر الموضوع بحلقة وحدة بس ممكن تفيدك جدا 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 خلال هاي اليوم ونص لان انا اعرف كله زياد انت عندك فقط يوم ونص والمفروض ان تاخذ بيه المهمات بس اللي ممكن تذكرك بالاشياء القديمة اللي انتقاريها من خلال السنة الكاملة اللي راح اسوياني طبعا انا اكد على صف الثالث والثالث انه يقرون اسئلة وزارية هواي زياد انا شنو اللي راح اقراه خلال هاي اليوم ونص انا اليوم اختاريت لك بعض الاسئلة الوزارية اللي هي سؤال القواعد وسؤال الاسقاطات او اللي نسميه اللي هو الكلمات وانت تختارها هاي السؤالين اذا انت ضبطتها راح تقدر كلش كلش زياد تضمن نجاحك اضافة الى بنهاية الفيديو راح انطيك الانشاءات المرشحة الهاي السنة وعرف بلزين موتون عن المرشحات فحتى اضمن تبقى النهاية الفيديو راح بنهاية الفيديو انطيك المرشحات فخليكم وياي هسا راح اجي انا على السؤال الثاني اللي هو القواعد راح احلى من اول نقطة الى سادس نقطة طبعا هو راح يكون ست نقاط انت تجاوب خمسة فقط اللي راح اسوي اني راح امطيك بعض الملاحظات يعني اني سوا شي راح اشرح ثانى مرة اذا اتكررت نفس النقطة احنا نعرف النوتس اللي عليها شنو اولين يقول لي how about ما دام اني عندي كلمة how about خلي بالك دائما النقطة الاولى اذا كان عندك how about سواء اختيارات او قللك سوي لي suggestion اقتراح بال how about دائما تاخد بعدها verb with ing يعني الفعل اللي بعد ال how about دائما يكون ing فاني راح يقول لي how about visit لا to visit هم لا visiting هي الجواب الصحيح اثنين زين يقول لي what will happen if اذا انا اش عندي اف الشرطية if you come came or comes late to school انا اريدك تجو اياي احنا اصلا صف ثارث انتوا عندكم بس حالتين من اف الشرطية وما تقبل غلط لو ماضي لو مضارع اذا كان عندي بالجملة multi يعني معناها انا احتي مضارع انا اقدر هسا اجي احط لك ال الف الشرطية واكتب لك القاعدة انا انتك شايف شنو الزبدة بس من الاخير خلوصا اذا اجاك فراغات مثل هاي الحالة اذا لقيت عندك بجملتك وال مباشرة نقول معناها الفعل اللي بين الاقواس لو بي اس لو مجرد ركزوا اياي اذا عندك وال معناها الفعل اللي بين الاقواس لو مجرد لو بي اس اذا كان قبل الفراغ اللي نعطيك اياه هي she it فتختار فعل بي اس الشخص الثالث اذا كان they فتختار فعل مجرد اعيد اذا لقيت بجملتك وال مباشرة تقول معناها الفعل اللي بين الاقواس لو اخلي الاس لو يبقى مجرد زينا علي من نعتمد على الفاعل اذا كان فاعل مفرد اختار الفعل اللي بي اس اذا كان الفاعل جمع فعل مجرد زينا خلينا نباوع الفاعل ما لات نهس هنا يقول لي هنا what will happen if you اليو معناها جمع اذا اش راح اختار راح اختار الفعل المجرد اللي هو come لو كان الفاعل عندي he او she او it مباشرة اقول comes فهمني لان انا اوكي اوكي اذا لقيت انا with ما لقيت وال جملتي مو انت عندك حالتين اما راح تلقى هنا انا انت عندك وال لو راح تلقى عندك ود اذا لقيت ود انا برأيه صراحة اذا لقيت ود بهواية اسهل لانه مباشرة الفاعل بين الاقواس ماضي فقط اذا احفظ ود ماضي وال مضارع ود ماضي اذا وال لو بي اس لو مجرد فوضة صافة اف الشرطية اللي هي كلش بسيطة زين انتقل للجملة رقم ثلاثة which is the more the most fastest living thing اللي هو سؤال عدكم اعتقده باسئلت القضاعي ومنه اسرع كائن حي بالعالم وحيوان بالعالم ثلاثة تبع علي انا من اجي اقرأ الجملة وين يروح انتباهي مباشرة على ما بعد الفراغ شا عندك est انا اضافة ل est تبع علي اضافة ل est هاي المن مو للمفاضلة او قسم من عدكم يسموها تفضيل يعني انا اقول مثلا فلان هو احسن واحد بالصاف شاقول the best one in the class صح زين انا بالمفاضلة شا ضيف est وبالمقارنة er اللي يميز المقارنة انه دائما بالجملة لازم اكو ذان واللي يميز المفاضلة انه دائما بالجملة اكو ذا اللي يميز المفاضلة ذا اللي يميز المقارنة ذان زين انا لازم اذا ارد اقول هذا احسن واحد اقول ذا واكمل زين بما انه دا احسن مفاضلة اذا اقول the fastest more fastest the most fastest the fastest living thing in the world او شوين اذا نقطة سالثة راح تكون شنو الجواب ذا هتا شو اريد من عندك اني تتكرني الصبورة او تكتب الحلية منك حتى اكمل اني النقاط البقية تمام اول ثلاث نقاط كملنا هنجا على النقطة رقم اه اربعة زين راح اجي على الرابعة يقول لي eaten too much is very bad for انه انا اكل هواية اوكي فشي كلش مو زين المنوم اقول our health for our health for ours health for us health دائما انا اعرف انه موضوع pronouns شوية معقد لانه انت تعرف اكو ضمار فاعل ضمار مفعول به ضمار تملك زين بس انا راح احلك السالفة دائما دائما اذا كان عندك اقواس مثل ما موجود نفس structure اذا لاحظت عندك بعد الفراغ اسم هسه هو health شنوه اسم اذا لاحظت عندك نقطة الرابعة اذا شفت عندك بعد الاختيار اسم هسه كلمة health هي اسم صحة زين دائما اختار ضمير تملك شنوه غمار التملك اما our اما my اما their اما hair اما his والى اخرى اذا عندي اسم راح استبع الضمير المفعول به our 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 health greener than قبل شوية انبهتكم على موضوع الذان قلنا وين يجي وهي المقارنة greener than it used it used to used to be structure الصحيح احنا used to it used to be رجاء احفظوها انت بينكم من نفسك تقول it used to be كم كلمة اربعة it used to to be ليش ست تريديني نحفظها بالوزارة دائما شغلة used to لو يحط لك it ويحط لك used والب برا القوس لو ما دريك شي يسوي المهم انت من تجي على اسألة وزارية تلقى بها used وتلقى بها to قل هي قلت لي يازم اختار structure الصحيح يازم يصير عندي it used to be عندي it used be لا used to be زين it used to be صحيح اذا الاختيار يكون it used to وحاط لك البي خارج القوس اذا الاختيار الثاني ستة i would like going go to go to the park this afternoon i would like i would like i would like وعندي ايضا وياها كلمة i لا i دردار من جماعة to من تشوفون عندك انت i would like لا رأسا مباشرة وراها تاخذ to go i'd like to go to the park this afternoon اذا راح اختب i would like to go زين نجي على السؤال الثاني بي البي شوية بي شرح طويل مو مثل الاي يعني بس اختيارات وهي صراحة بالعادة انه السؤال البي دائما يجي هو اي والاي بي يعني الاختيارات يكون بي بس ما عرف هو حسب ومو مفيد مشكلة يعني زين اولا يقول لي he is fat هو سمين he is فراغ fat make this sentence more polite اكثر ادبا انا عيب اجعل الواحدة وقول انت سمين وعيب اجعل الواحدة وقول انت قصير انت مدرش بيك انت طويل انا شو ممكن اخفف من الجملة ما تخليها اكثر ادب شو اقول له اقول له انت شوية سمين شوية يعني بعضها سخيفة بس يعني انا حاولي شوية نخففها زين اقول ان اذا كان عندي بتجملة الاولى is وبتجملة الثانية هم is وللاوانه اغلب الاسئلة الوزارية يعني انت را قلت ابت وتكمل it's okay صحيح يعني انا اجي اقول له he is fat he is شو راح اخلي ابت فات شنو ابت قليلا هو هو شوية سمين حلو هو شوية سمين يعني خلاها شي مؤدبة اكثر اثنين invite طبعا سؤال invite هواية متكرر اول ما تلقف بالسؤال عندك invite معناها ادعو اعزم انا من اعزم شخص اقول له تعالد غدين متع عشين مش اقول له اقول له would you like to come ممكن تجي واكمل شنو اعطيني هنا انا يقول invite your friend اعزم صديقك to come حتى يجي to the school graduation party وهو غير لك استخدم لي would you like يعني بين قوسين هو اصلا حالك ياها انا دائما بال invitation او بال invite الصيغة الاساسية هي would you like اذا راح اقول would you like شنو شنو come احفظ هاي الصيغة دائما would you like to come وهي اي جملة لان انت لازم تقول له ممكن تجي شنو تجي حتى من الناس من واحد من قوله تعال شنو تعال كم اذا الفعل كم مرتبط كلش بي would you like اذا would you like to come من السؤال اشوف وين يجي يقول لي تعزمي للي graduation party اذا راح اقول له would you like to come to the graduation graduation party او اقول له school graduation party وبالنهاية question mark ممكن تجي الحفلة التخرج اوه عاد بكيفة لا يقول لك ايه لا يقول لك لا ثلاثة let's play tennis خلنا لعب tennis accept كلمة accept معناها وافق زين هو اللي يقول لي خلنا نروح نلعب tennis انا اردوق بس تلقو في كلمة accept لازم تخلي عندك yes ليش انت توافق راح تقول لي ايه زين من انا قلت لقي شاكمل اقول له yes let's play او حتى yes let's هم صحيحة بس انا مو بس اقول ياس ما يصير غلا راح ينقصك بوزاري اذا راح اقول له yes راح اقول له yes راح اقول له yes وشنو اياها فارزة فارزة let's yes let's play yes let's play اوكي هاي النقطة رقم ثلاثة زين سكرون الشاشة بريز حتى نكمل اجع على النقطة رقم اربعة اربعة يقول لي apologize to your teacher اذا انا ما عرف شنو يعني apologize معناها ما راح عرف حل الجملة شنو apologize اعتذر اعتذر للمدرس ماتك للاوانة احنا عدنا هاي الصيغة i'm sorry for being late انا اعتذر اللي تأخيري بس بالاجوب النموذجية بالوزاري يعني التصحيح الوزاري عادي اذا بس اكتفيت ب i'm sorry يعتبر صح فانا حتى ازهر لكم الموضوع نقطة رابعة قول بس i'm sorry i'm sorry او i'm sorry for being late اصلا تقدر تأخذها من الجملة من for being late اذا ما ارد اقول for being late عمي بس قول i'm sorry ومع السلامة بس احفظ apologize اعتذر apologize اعتذر اوكي خمسة الساعة خمسطعاش وعشر دقائق tell the time روحي هناك غلط بالطبع هي tell the time اقول لي الوقت انا علمتكم على شغلة انه هي نقطة خمسة انه هي كل ما الساعات زادت عن تن الاثنعاش انقص من عندها شغل اثنعاش يعني شون يعني الساعة يقول لي ساعة خمسطعاش و تن مو من الخمسطعاش انقص اثنعاش شغل يبقى لي ثلاثة اذا الساعة ببيش ساعة بثلاثة وعشر دقائق اعيد كل ما تزيد الساعة عندنا اثنعاش انقص منها اثنعاش حتى اعرف الساعة الحقيقية اقول it is three ten it is three ten زين اجع على النقطة الاخيرة اللي هي ستة she has she has for our hair شعرها انا عندي ترتيب الصفات يقول لي rearrange the adjective رتب الصفات عندك black وعندك beautiful انا قبل من اكو فيديوهات كلش قديمة بالقلامات اتشارها عن الثالث اللي هي ترتيب الصفات انا شون ممكن اسوي rearrange the adjective شون ممكن ارتب الصفات انا عندي عبارة رح عش legend تحسوها تعويذة بس هي مو تعويذة هي شنو هاية الراء رأي رأي بيك انت حلو مو حلو شنو beautiful attractive جذاب حجم طويل قصير عمر عمرك انت بعلك young old عمرك كلش كبير شكل مثلا الشعر ماتك curly straight وجهك مدور حسب لام لون وجيم جنسية انت عراقي منيان سوداني والميم مادة اذا رأ رأي حا حجم حتى تحفظون هذا المخطط عين عمر وشين شكل لام لون جيم جنسية والاخيرة مادة المادة اقصد بها داود وول قطن خشب كطن بلاستيك ستيول حسب زين انا هنا حباوة اقول بيجب البداية الرأي لون طبعا الرأي اللي هو انا رأي بيك انت beautiful وبعدين اقول black يلا يعني اوش احط beautiful black hair beautiful black hair اذا ستة راح اقول beautiful black hair ليه اش قلت beautiful لا بلاك لان اول شيء الرأي وبعدها ناخذ الشكل تمام انا ساك ختمت سؤال اللي اللي هو علي فرعين علي 30 درجة 10 بعشرين درجة راح اجي انتقل مباشرة انا اعطكم في شيء اسمه punctuation mark شهده punctuation mark التنقيط يقراج the sentence below using the capital letter on punctuation marks علي علي can not travel to basura next friday طرح نفس دائما الاسماء تكتب بالكابتال ايام الاسبوع ايام الاشهر المدن بالكابتال دائما لا تنسى النفي هاي الكومة ما يخليها اذا isn't aren't can't اذا سؤال لم تستفهم هسا انا عندي علي اكتب بالكابتال علي can not احط الكومة ما لنفي travel ما بيها تغيير to basura capital اذا انا عندي علي صار capital الكومة ما للكان نوت هاي ايضا درجة بصرة capital next friday next friday capital اذا نجي نحسبها درجة درجتين ثلاثة اربعة وبالنهاية نقطة خمس درجات يعني باعوا punctuation mark حرفيا هو حاسبه ترى عندك علي يصير capital friday يصير capital الكومة ما للكانت بصرة capital نقطة بالنهاية خمس درجات ملاحظة اذا لاحظت جملتك بلشة بفعل مساعد يعني اول ما بلشت الجملة قللك will او is or does او do فاعرف هاي سؤال ولازم بالنهاية تخلي question mark زين اجي على السؤال اللي بعده السؤال الثالث انا عندي مجموعة من الكلمات طبعا هاي الكلمات اللي راح اكتب معانيها لازم تحفظها ليش لازم احفظها لان راح تلقاها مكررة باسئلة ثانية تمام يجيك ست نقاط اتجاوب على خمسة فقط عندك هنا انت لي فوق كم معنى واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة معناها واحد ما راح نستخدمه اوكي راح اجع على اول معنى يقول لي لك افتر يعتني اثنين ويجس اجور او راتب او فلوس ايرباك كيس هواي طبعا الايرباك تعرف مو نلقاها بسيارة هانت يصيد كيرفول حذر نوتي مشاغب سبكتاكلز اللي هي معناها نظارة طبية اعيد لك افتر يعتني لا تريد اكتب يمك حتى يكون الصوت واضح لك افتر يعتني ويجس اجور ايرباك كيس هواي هانت يصيد كيرفول حذر نوتي مشاغب سبكتاكلز اللي هي نظارة طبية يقول كار بس لي قفت كلمة كار بينها سعني شنو تشير من ذنية ادوات موجودة بالسيارة الكار بيها فلان شي لذلك people can be saving a crash الناس لما يصير حادث لا سمح الله يكونون يعني امين ما يموتون شنوه الايرباك ايرباكس اثنين سي معناها اجي اكتب سبك تاكلز نظارة طبية اي هافتو فراغ ماي سيك ماذر انا اذا امي مريضة شا ساو بيها اعتني بيها شنو اعتني بيها لوك افتر يقولي والز فراغ كل سمول انيمال اتنايت تكتل والصيد هانت مبينة مادام عندي انا موضوع بس بي حيوانات يعني من يشوف موضوع بي انا ما اقول هانت مباشرة ماهو داعي اصلا تصفن بي اخويه كلش مشاغب ويسوي هواية مشاكل شنو مشاغب نوتي اذا فراغ الاول راح يكون بي ايرباق ويجز سبكتكلز لين انا اوكي اوكي السؤال اللي بعده او الفرع اللي بعده اللي هو البي انا اعتبرها للامانة من اسهل الافرع اللي ممكن تجيك اللي هي توصيل وثابتة بالوزارة يعني اذا احتي الفرع الاول a و b و c فلذلك اطلب ما عندك لازم تكون انت انت مضبطها اجي يقول لي الافعال اللي بلسته a وصل ليها بلسته b يقول لي عندي وين يفوز سكار يحدد وين يفوز سكار يحدد دو يعمل بارو يستعير او يستقرض براش يفرش طبعا اسنان او ايشي سباند يقضي اجي اللي راح اوصلها اي story from your friend او shopping in the mall goal in the march much money to buy tools ميدالي in the race your teeth every morning الافضل الجواب يكون عن هذه الاسئلة مو انو والله انا اول ما اقرأ اول وحدة لا الاشياء اللي انت تعرفها الكلش واضحة يعني ما يرادلها اصلا هاي احلها بالبداية يعني شان يعني مثلا هزان انا مثلا انا لقفض كلمة teeth مو صحيح وعندي كلمة brush اعتقد الكل يعرف الbrush هي فرشة من اسنان اذا وان راح انا فرش اسناني فاني مباشرة مثلا راح اقول انا عندي خمسة F انا افضل تحل بهاي الطريقة صراحة هيتم قيمكم مادري كلتنا نعرف do shopping اذا ثلاثة B انا افضل الحل بهاي الطريقة زيان انا عندي وان وان شنو افوز اكيد بالمدالية اذا وان اي score انا دا احدد اش دا احدد الهدف زيان وان الهدف ادور كلمة goal C اربعة borrow دائما كلمة borrow انا استعير لو كتاب لو قصة الموضوع ما يقبل غلط او قلم او مساحة بس انا دا اقصد بالوزاري دائما لو يقول لك book لو يقول لك story اذا borrow وان كلمة story A اول وحدة اي story from اذا راح اجي انا اقول story from your friend will borrow وان طبعا يصورينا وان هي اي زيان اجي انا بقت عندي كلمة وحدة هي spend انت تقضي او دا تصرف طبعا هي كلمة spend اذا لاحظت بالجملة عندك holiday او مكان تروح له او morning او afternoon معناها spend معناها يقضي اذا شفت بها فلوس معناها اذا يصرف فراح اكتب لك يقضي او يصرف انت شوف شنو حسب شجايك بالجملة نانا spend much money to buy a tool لان هو دا يصرف فلوس حتى يشتري اذا number one win اي يفوز بالمدالية score يحدد الهدف دي و هي بي اللي هي shopping borrow يستعير براش اف فرش اسنانة و spend holiday لعفو جاي او يعني money فلوس دا يصرف فلوس حتى يصرفها عليما على tools اللي هي الادوات اذا اعتبرها من اسهل الافرع اللي ممكن تجيك ومن اكثر الافرع اللي تكون معادة نفس الكلمات يغير بس بكم شغله زين راح انتقل بعدها الفرع see right toward that 3-touch screen للشاشة قبل لا امسحها it's up to you كيفك اجع على فرع c طبعا c هو كل c وال d عندك كتابه يعني اصلا عندي c هو عبارة عن تعاريف definition اللي هي كلمات معينة اللي تكتبها بالفراغ وصراحة مرات تجي توصيل وعندك d هي عبارة عن لسبالنغ فاني راح احلهم سوية اجي بالبداية على c يقول لي something you do in your spare time فشي سوي spare time بوقت الفراغ شنو الشي اللي اسوي بوقت فراغي اني هوبي هوي اي هوي ارسم العب اسباح صح اذا هوبي بهذا السؤال المهم جدا انه تضبط لسبالنغ ماتك الاملاء لانه هنا هو ما راح ينطيك الكلمات انت من عندك تجيبها الصيغة راح تكون بكل تمرين بالكتاب عندك تمرين واعف وبكل يون التمرين هاي التمرين هو يجماحه يمكن من كل يونه تياخذ النقطة حسب كيفه يعني اذا هذا الهبي هذا ما يونه التاني يقول لك يقول لك the fastest bird in the world اسرع طير بالعالم هو الفالكون ثلاثة activities like running jumping and swimming يعني شغلات مثل سباحة مثلا يقول لك جامبين القفز الركض شي سموها sports رياضة award and pictures كلمات وصور help sell things الساعدك تشتري الاشياء اليوم اني من اشوف منتج بصورة بتلفزيون بتليفون شاشوف لو صورة لو احد يحشي صح اذا يقول لك كلمات وصور تخليك تجذبك تشتري الاشياء شاسمه اعلان اذا advert او اعلانات you can cleath your teeth with this تقدر من خلال هاي الشغلة تفرش بها اسنانك قلناها قبل شوية tooth brush teeth brush rise and wait for example حنطة والشعير او الرز والشعير هي عبارة عن شي سموها شني يعني محاصيل بالانجليزي انا هاي الويت والبارلي والرايز حنطة وشعيره والبعدة والخوز والروز شي سمها هاي كلها اسمها crops محاصيل محاصيل افاكتوري المصنع for changing sugar or oil from the natural state الاشياء او المصنع اللي يغير لك الشغلات الدهن او الشكر يعني هاي عمليات اللي يصير بالمصانع وين اصير بالرفاينري refinery refinery المصانع اذا اولا هوبي هواية falcon سقر sports رياضات alberts اعلانات tooth brush teeth brush فرشة اسنان لا اصحة اقول teeth حتى ليش تغلطوني teeth brush فرشة اسنان crops محاصيل و refinery المصنع اللي يقوم بي احنا شنسميها بالله مصفة يعني معنى اصاحب العربي خافين لما انت مصفة او هاي الامور اللي يدخلون بيها الشكر والاوية اللي صانعوها مصنع مصفة معرفون بي عرض ما رأي شنو اسمي يعني المهم نجا على spalling هذا ما يقبل غلط هذا ما يقبل غلط يعني شنو ما يقبل غلط يعني هو اصلا تمرين اسمه املاء اذا غلط بحرف اذا هذا نسيت اسد طبعا غلط مباشرة غلط الآن الشي الحلو انهم يقول لك يا با الاي صارت ماي يعني معناها اريض ضمائر تملك اذا they انت راح مثل السبع تكتب له there لا انت ملك زيش يصير there car by car foot on foot احنا كل الاسائل النقل نقول by car by train by plane ما عدا الارجل ايضا امشي على رجلي ما اقول بواسطة رجلي اوكي on foot lock locked بالماضي زيان اذا lose lost lock locked اذا عندك انت lose lost good عكسها bad save شنو عكسها danger او dangerous خطر dangerous لان save امن dangerous خطر long صارت longer fit بما انه عندي حرف صحيح قبل حرف علي ضاعف الحرف الصحيح واضيف er fitter اراك اراكي جابان جابانيز اس اراك اراكي جابان جابانيز وتعتبر كلمة جابانيز مكررة كثيرا بالوزاري انا اكون ختمة 2017 خلنا انتقل الى نسخة جيدة اللي هي 2018 نجي على نسخة الثانية اللي هي دور اول 2018 نفس التماعي راح نحل قواعد وبعدها مباشرة الفكابولاري القواعد يقول نقطة الاولى define a doctor عرفي الدكتور هو ينطيني التعريف وينطيني اسم التعريف انا شون اربط بينهم اثنين هم انا دائما اقول هذا النوع من الاسئلة تضمن درجتين بجيبك شلون؟ كلمة define عرف هو منطيك اسم التعريف اولا منطيك اسم التعريف اخلي اسم التعريف اربطة بعبارة is someone who is someone who هو الشخص الذي زائد الفعل ينطيك ايام خلي لس كان بها ما مخلي لس انت تخلي لس وتكتب بقية التعريف اعيد اسم التعريف is someone who وتكمل التعريف الثاني اذا ما مخلي لك اس الشخص الثالث بالفعل انت تخلي يقول لي define doctor هو مخلي لي اس اذا راح اقول a doctor is someone who هو الشخص الذي هو الشخص الذي هو الشخص الذي هو الشخص الذي ضيعته ها يا تنزيل treat sick people treat يعالج sick people اثنيا 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 نجي اقول express your dislike concerning with flies عبر عن عدم حبك من نشوف كلمة dislike عبر عن عدم رغبتك او حبك لشيء معين اللي هو flies الحشرات الطائرة راح اما تقول I dislike I dislike I don't like I don't like I hate كلها صحيحة I dislike ما احب don't like ما احب hate اكره flies انا اكره او ما احب لflies من يقول لك dislike عبر عن عدم رغبتك او عدم حبك لشيء معين انت تقول don't like dislike او hate اجعل نقطة رقم ثلاثة phones are less expensive than tablets اقول tablets are than phone tablets are نقطة رقم ثلاثة ثلاثة هو حاطت للتابلت are انا اش راح اقول هي انتبه علي عائفة ان شاء الله لانه ما قايلك شنو اللي تستخدمه لازم بس اللي داي يقول لك انه التليفونات هي اقل كلفة من التابلت فاني راح اقول لها tablets are more expensive اغلى than اكمل للنهاية يعني بس قال لي لس اقل كلفة او اكثر كلفة اخذو ليسيكرين للشاجة حتى انسحها وانتقل الى الجمل البقية اذا انا عندي ثلاثة راح اجعلها رقم اربعة اربعة تقول الساعة بخمسطاعش بالخمسطاعش خمس دقائق شنو بالخمسطاعش قبل شو حالي نفسها اذا كانت الساعة اكثر من الخمسطاعش دقيقة شنقص ما نعدها اثناعش قد يطلع لي ثلاثة يعني باش الساعة ساعة بثلاثة خمس دقائق راح اقول it is three it is three five يعني بالثلاثة وخمس دقائق زين ورا اربعة خمسة she is bad at physics she is farag at physics زين انا اذا هي bad at physics من يكون عندي bad بالجملة وخصوصا اذا كانت يعني خلي الجملة اكثر ادب ما ارد اقول هي مو زينة بالفيزية ارد اقول هي مو كلش زينة بالفيزية اوكي ش راح اقول لازم من اشوف bad anti isn't very زائد صفة معاكسة تبه علي بس القباد اقول isn't very صفة معاكسة يقول لي she هي مو از انا راح اقول لي she isn't very good at physics هي مو كلش زينة بالفيزية بدل ما اقول هي مو زينة اوكي اقول هي مو كلش زينة بالفيزية عافنا شون انتصفها معاكسة بس تشوف bad good good مباشرة هاي النقطة خمسة ستة والاخيرة شنو كلمة invite قبل شوية حليناها invite معناها ادعو دعوة invite your friend to go with you on a picnic use would you like ستة would you like to come to the picnic ستة عامة استفهام would you like to come to the picnic would you like to come to the picnic دائما ما دام عندي invite يعني would you like وكمل الجملة الباقية زين هذا يا سؤال هذا بعدني انا بسؤال البي الاعفو الاي لgrammar انتقل السؤال البي اللي هو فقط شنو هو بس اختيارات زين راح اجي امسح البورد اوكي وراح اجي اكبر لكم التمرين هذا لانهو فقط اختيارات فما نحتاج الى صبورة يقول لي fold the blanks with the correct choice انا عندي اختيارات ستة نقاط قلنا كل ستة نجاوب خمسة اختار الجواب الصحيح يقول he broke his leg playing football هو كسر رجلة من دا يلعب فوتبول his leg فراغ in the football match his leg was breaking لا broke لا was broken هذا يعتبر passive voice المبني للمجهول دائما من نشوف الفاعل ما اتق غير عاقل طبعا انا passive voice هو يعني طوي شرحة للامانة كلش طويل فاني حتى اختصر الوقت واختصرها عليك دائما من نشوف الفاعل ما لتك صار غير عاقل قول اختار فعل مساعد وتصريف مباشرة بلا ما تدوخ روحك مستحيل فعل ماضي ومستحيل فعل بي آي ان جي قول هي قلت لي من الفاعل غير عاقل اختار فعل مساعد وتصريف اذا was broken ها حتى اسهل لك الموضوع لانه انت ابتحانك باشر مفروض حسب توقيت المحاضرة راح تنزل حلة is greener نفس الجملة العادة من السنة السابقة حلة is greener than b اش قلنا than it used to be الصيغة الكاملة لل it used to be اللي هي اول اختيار من اكثر الجوان المكررة بالف الشرطة هي هاي مكررة وزاريا يقول if there pharagno spiders اذا ما كان اكو عناكيب الجمعة ما عن كبوتات عناكيب يمكن عناكيب there would be more insects شو عندي هنا انا انا دليل would قبل شوية اشقلت لك انا عندك would فعل ماضي عندك would فعل ماضي عندك will فعل بي اس او بدون اس انا عنده would شو راح اختار are استبعدها ابدا ما اختار الare احير بين الwas والwhere ليش اثنينها ماضي الare مضارع نهائيا ما اجيامها من عندي would يعني ماضي يعني لو was lower شو نعرف was lower يقول لي if there no spiders جمع spiders عناكيب انا شو راح اقول لي where if there were no spiders there would be more insects ما ازن بود the house for our garden is very beautiful دي يحتيلي على بيت اذا كان الكلام على شي عاقل اختار who اذا كان الكلام على شي غير عاقل اختار which الهوز قليل جدا يكون اختيارها من يمي يحذفوها اصفو نقول عاقل who غير عاقل which يقول مازن اشترى البيت اللي الحديقة مالتا حلوة دا احتي على مازن لو دا احتي على البيت على البيت اذا الاختيار which خمسة the bedouin used for our falcon to catch bird for food the bedouin used their falcon their falcon them for falcon طبعا هنا الاختيار راح يكون pronoun ضمير هذا مو ضمير حذفو لي لو they are هاي لو them هاي انا اتقلت لك قبل شوي نفس النسخة اذا اجاني بعد الفراغ اسم الفالكون صقور اسم اختار ضمير تملك يعني كانوا هم used their falcon صقورهم حتى يصيدون بيها الطعام a mouse is not فراغ a rat رات هو ابن الماوس اللي هي الفارة يعني الصغير مالتها يعني الماوس is not bigger biggest as big as بس تلاحظ عندك بالجملة not يعني نفي قول as big as بس تلقى عندك نفي as big as وبس تلقى عندك ذان قول er تمام تمام هاي بالنسبة لأسئلة grammar اخذ سكرين اللي شكرا راح امسحة راح انتقل لسؤال الفوكابولاري اللي هو كلمات انترجمها نيجي على سؤال الفوكابولاري مثل ما تعودت ببداية اش راح نسوي ببداية راح انترجم الكلمات انا عندي كلمة predator حيوان مفترس عندي هوبي هواية عندي weather forecast طقص عندي كلمة quiz show معناها سؤال و جواب وبالعادة يكون برنامج quiz show يعني واحد يسئلك ونت تجاوب flat ارض من بسيطة يعني flat احنا مو نقول sorry يعني نقول حذاء flat شنو flat يعني ما بيكع بيشو يلقع هي نفس هالفلات ارض من بسيطة ما بيها اي جبال ولا ايشي export صادرات يعني ان شاء الله اللي تتداول بين الدول صادرات واردات هاي سوال عيد predator حيوان مفترس هوبي هواية weather forecast أو كلمة weather هي الطقص quiz show حوار برنامج سؤال و جواب flat ارض من بسيطة صادرات يقول question and answer program سؤال و جواب برنامج تنسأل و تنجاوب بي quiz show بدو ما افكر اصلا اكتب لي quiz show اثنين يقول think that your country or a country produce and sell to other countries فالشي ما لتك الدولة الصادرة وتنطيل الدول البقية شنو صادرات export اكتب طبعا هواي بتكرر export without mountain ما بي جبال ارض منبسيطة ما بيها جبال flat about that hint or kills other people الحيوان عفو الطير اللي يكتل الحيوانات البقية ويصيدها شسمه predator بس تشوف كل مدرش نقول predator information about sun عن الشمس rain مطار temperature درجة حرارة معناها weather forecast ستة something you do in your spare time فتشي تقوم بي بوقت فراغك hobby هو هواي اعيد اولا question and answer سؤال وجواب quiz show اثنين think that a country produce ما دام قال country بس تشوف بلد اذا صادرات ده صدر اذا export وهوايا مكرر export وهوايا مكرر رفلات انا راح احل لك وزاريات ثلاث ادوار خلي بالك شغلة ما دام نقول ثلاث ادوار راح تلاحظ شغل بيناتها اكون تشابه انت من هذا التشابه تفتهم صيغة الاسئلة اللي راح تجيك احتمال تكون اكو حلقة ثانية احتمال جدا تكون اكو حلقة ثانية وكمل لك بها سلسلة الوزاريات زين without mountain يعني موجب الارض فلات معناها هي الفلات ما اكو mountain a bird that hunt or kill other people هو ال predator information about sun rain and temperature هي weather cost اذا قل لك spare time وقت فراغ الهوبي اجع على التوصيل طبعا فقرة التوصيل احلى فقرة عندي بالاسئلة كلها لان كلش سهل وانتو ايضا تحبوه اجع على فقرة التوصيل play يلعب score يحدد repair انا احاول اترجم لك الاشياء اللي انت ما تعرفها يصلح put out يطفئ put out يطفئ takes care يعتني borrow يستعير قبل شوية انا قلت لك يستعير كتاب احتمال يستعير من عندك story قصة اجي cars سيارات some book بعد انو يمكن له borrow بين some book كتاب goals هدف sick people ناس مرضى computer game العاب computer fires نار fires نار زين يقول لي play انا اجدا العاب computer game e score احدد goal c repair اصلح السيارات a put out دا اطفئ او اخمد النيران f وركزولي حيل على repair car اعتقد جدا راح تجي السنة يصلح السيارات repair car وراح تجي put out your fires النار take care انا بمن اعتني اعتني بال sick people اذن d take care d borrow some books b تمام اذا صارت الصورة عندك والحب النسبة لتمرين التوصيل اجي على السؤال البعض طبعا انت كل سنة احتحظك شوية تغييرات يعني سبها السنة اللي هي انان سي السؤال هذا جاي اختيارات مو definition مو تعاريف يعني انان اقول اذا الcar بيها gps so that you can lo cannot be lost انا اذا عندي gps ليش اضيع مستحيل اضيع اذا cannot my brother اخوية is very hard working هو مجد لو لازي كسلان he always do etc homework يسوي هوايا homework اذا هو اكيد hard working i was looking for لو looking after my shoes so i came late عندك look for لو look after look after اني اضع اعتني باحذيتي لو look for اضع ابحث عن احذيتي طبعا for لان خلي بالك look ويا الافتر يعتني هي احذية اش اعتني بيها اذا look for دور عليها cows and goats الابقار والماعز make low produce tintage milk زين نجي على خمسة يقول if someone is enabled to walk طبعا هاي دام الاحظ هوين متكرر الامانة اذا شخص شنو يعني walk يمشي شخص ما يقدر يمشي بسهولة معناه هو need spectacles يحتاج نظارة طبية لهم يقدر يمشي لو wheelchair كرسي متحرك و spectacle نظارة طبية ليش لاترجمين اكثر جول تام مقرارات بوزاري تبه ابويا لقيت كلمة see spectacles لقيت كلمة walk wheelchair خليها ببالك ومده يقدر يمشي بسهولة يحتاج الى كرسي متحرك there were no chairs so we have to sit on floor on the floor احنا ما عدنا كرسي اذا احنا لازم نقعد on a floor on the floor نقعد على القع سووا لياها screen حتى ننتقل للسؤال punctuation mark اللي هو الكتابة زين نيجي على punctuation mark تنقيط اقول my mother is afraid of dogs so am i طبعا بلش بي capital my حكتب هنا my mother small is afraid ام اتخاف of dogs so so am sorry انا كتبت i am so هنا راح اقول i نقطة بالنهاية تبه على شغلة انه ال i دائما يكون capital و مكان موقعها بعد الصور نحط comment وهنا نقطة يعني انا مو قلت afraid of dogs هنا راح اصطير اكون نقطة وهنا اخلي comment صغيرة واضح زين هزا نجي على سؤال ب عدنا happy عكس هساد اذا beautiful ugly اللي معناها بشع iraq iraqi sudan sudan niz e s e يعني مثل japanese تقريبا long longer heavy كل ما تشوف من تهي بواي تقلب الواي الى i وتخلي er heavier i me he him معناها اش يريد يريد بالضمائر المفعول به شون اعرف من انا يعني اذا قال اي my تملك اي me ضمائر مفعول به لازم تكون حافظ الضمائر look looked دحش وين دحش بالماضي when one بالاي زين book صارت books جمع wife اذا عندك انت الكلمة انتهى ب f او fe تقلب الى v ونضيف es يعني y v es اعيد اذا الكلمة عندك انتهت ب f او fe تقلب الى v ونضيف الها es فهي wife صير wives زين انا كملت نسخة 2018 دور اول انتقل الى 2019 هم دور اول زين اجي على 2019 دور اول انا لقد احل سنوات مختلفة حتى تلاحظون شغلة وحدة انه اكو امور متكررة المتكرر هو هذا اللي انا راح تسوي هذا اللي راح علي بالدراسة بالنسبة لكم لانه كل شيء متكرر هو نفس راح يجي ترا يعني لعبكم مصيغة ما اسألتكم راح تجي شيء غريب هو نفسه بالضبط فاني راح اجي على 2019 دور اول عندي السؤال الاول اللي هو سؤال القواعد يقول لي there is an escalator in the mall شي يريد من عندي يريد من عندي اسوي لك question معناها سؤال بما انه انت اصلا عندك عندك there there is شراح اسوي اقلوب هي شراح اصير is there واكمل الجملة وبالنهاية question mark ليش لانه اصلا يقول يسوي يا question اثنين زيد is unfriendly make sentence more polite خلي الجملة مالتش اكثر ادبا انا اشان اقول علي انت مو حباب اقول انت شوية حباب فش راح اقول زيد is a bit unfriendly شو راح اقول راح اقول زيد شوية محباب انت دائما هاي المور polite استخدم بيها a bit يعني قليلا زين ثلاثة a beer is bigger than a wolf الدوب هو شبيه اكبر من wolf يقول تعالي سويدي الجملة بال as as اول حركة هو مسوي لكم اياها اللي هي شنو اني لما اجي اقلب من than الى as as اخلي الاسم الاول ثاني والثاني اول يعني a wolf isn't as big as a beer شو سوينا اتبع القاعدة التالية احكيت بقاعدة احفظها كل زين هي قاعدة ال as as اخلي الاسم الاول تمام وبعدها اخلي بعد الاسم الاول اذا كان عندي is او اذا كان عندي are وخليلها not لازم انفي as صيفة مجردة as اسم ثاني يعني اجي انزل الاسم الاول هو حاطل يا wolf انفي isn't او اذا هو عندي جمع اقول aren't as big as والاسم الثاني اللي هو ناطين ايا زين اجي على tell the time انطيني الوقت احنا اتفقنا انه الساعة كل ما زيد عند 12 نقص منعدها 12 بين امتحان بخط خفيف اقول جواه نقص 12 فانا راح اجي اقول 6 ثم قص منعدها 2 زلد راح يبقالي 4 اذا راح اقول it is 4 10 it is 4 10 ساعة بالاربعة و 10 دقائق my favorite game is football agree to this performance انا احب الفوت بالتاعاي انت وافقين الرأي يقول انا همين انت عندك اختلاف بين ال preference انه يريد جملة سوية تفضيل وانه انا اجري اوافق ويا هو اذا يقول انا احب الطابع اقول ايو والله انا همين شان اقول انا همين انت عندك عدة طرق للموافقة ممكن يقول اجري to this اقول yes i'd like yes i'd rather yes i prefer اللي يعجبك بس المهم تقول yes i'd like i'd love i'd rather المهم تقول انهم شان اقول انهم او والله انهم احب هذا الشي i'd love i'd like i prefer اللي يعجبك agree to your friend suggestion هس هم عندي agree بس اقتراح مرة انت وافقت هس على تفضيل هس تعال وافق على اقتراح اقول انا همين صديقك اش بي انه تروح انت درسون سوية فانت اقول اي اوك يلا شنو اي يلا راح تقول yes let's yes let's انت مين تجيب هاي المصطلحات احنا لسه محافظين let's let's play let's go اوافق اقول اي let's يلا خلنروح نفس الشي انا افضل كرة القدم تعال وافق انا احب كرة القدم نفس عرفت شون نجي على التمرين اللي بعد اللي هو اختيارات يقول هنا about two فراغ shirt last week ترتيب الصفات من ارتب الصفات انا عندك nice رأي friend friend جنسية و cotton مادة لا nice cotton french french nice cotton اول شي الرأي اللي هو nice ثاني شي تيجي الجنسية بعدين المادة يعني الاختيار الاول هو الاختيار الصحيح سيت على اي اساس على اساس العبارة كتبت لك قبل شوية مال راح عاش لجم رائي بالبداية بعدين وراها يجي عندك المال اللي عف الجنسية وبعدين المادة زيان يقول if haytham passed his exam شاعدنا هنا عدنا فعل ماضي انا اذا عندي فعل ماضي بـ الشرطية انتبه اذا فعل ماضي ولو would would وذا مضارع would وذا ماضي would ماضي would مضارع would ماضي would مضارع would اذا من قال لك past احذف كل شي من حياتك اسمه would مستحيل نختار would معناها would would يعني اختار would have joined لا لو would زائد فعل مجرد would join we don't like اذا اجاك قبل الفراغ like love enjoy هاي الافعال الثلاثة love like enjoy وحتى hate من تجي قبل الفراغ مباشرة اختار verb with ing اعيد اذا قبل الفراغ عندك love عندك hate عندك like عندك enjoy كل هاش تختار لي verb with ing فهنانا قل لي we don't like حتى اذا don't حتى اذا مهم like we don't like making a noise in the classroom جمال drove his car اهنانا اه شعندي نانا انا انتبه علي يقول لي جمال drove his car نانا انت اعطكم موضوع بليونة السابع اللي هو انه احنا عندنا ثلاث انواع من الظروف ظروف حال ظروف مكان ظروف زمان ونرتب ها بالعادة ترتيب الظروف يكون بالبداية ظروف الحال اللي هو بالعادة ينتهي بال بعد ظروف المكان وبالنهاية ظروف الزمان من دا اقول لك حال الحال لو يكون الظروف well يعني الكلمة well لو يكون ظروف منتهي بال ال مكان المكان city او اي مدينة table chair اي مكان اما اذا زمان tomorrow yesterday ما ادري يعني حسب اي شي بي زمان اي شي بي وقت morning ساعة يمكن احتمال انطيك فنجه نرتب على هذا الاساس بالبداية حال بالنص مكان وبالنهاية زمان فهنان يقول لي carefully احنا قلنا ال y هذا حال in the city هذا معناها مكان yesterday معناها وقت اذا الاختيار الاول هو الصحيح انت هاي هاي يش رتبها قول بالبداية city يعني مكان لا غلط بالبداية hardly carefully احتمال صحيح ورا مكان لا yesterday معناها غلط اذا الاختيار الصحيح يكون حال مكان زمان حال مكان زمان the students عندي جمع فراغ english at the this moment this moment او at the moment رأسا حط فقا ها ing مني يقولك في هذه اللحظة معناها استمرارية يعني ing ما تقبل غلط زين انا عندي جمع شو راح افكر معناها معناها r واذا قلت لي انت معناها استمرارية معناها ing ليش ما قلنا wall ما عندي مستقبل ليش ما قلنا where احنا ما عندنا ماضي ذا نحشي مضارح اذا تعرف انت بالوزاري اخذ اختيار 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 وفكر ليش ما اختارت هذا الشي انا انا اقول لك at the moment في هذه اللحظة انا مدى احشي على tomorrow حتى اقول wall اذا شلت wall اذا ليش اختصر لك الموضوع من النهاية اذا اجا ورا الفراغ بعد الفراغ بعد الفراغ اذا لقيت a low on او اذا لقيت الجملة ما انتك منتهية بs او es اعيد بعد الفراغ لقيت a او on والجملة منتهية بs او es اختار لي for غير ه مباشرة تنس ليش ما اختار جي for لان انت عندك سينة لا عندك a on ولا عندك الجملة منتهية بs اذا sins طبعا هاي اختيار sins لو for بس for اذا عندي بعد الفراغ a low on او اذا عندي بعد الفراغ جملة منتهية بs او es يعني days years months و الى اخر كمل السؤال القواعد اللي هو الفرعين do as required which choose انزل الى سؤال vocabulary سؤال vocabulary راح نيجي نترجم كالعاد الكلمات اللي ناضين اياها حتى اعرف احلها الكلمات تقول اولا عندي كلمة concert اللي هي معناها مكان انت تروح به تسمع اغاني قاعة فرقة مكان انت يعني هو مكان او شي انت تروح مثلا تشغل بموسيقى تمام اذا انا انا صراحة دائما اكتب قاعة او مكان تسمع به music engine engine محرك pilot طيار documentary وثائقي يعني بمعلومات predator مفترس قبل شوية اخذنا tooth brush فرشة اسنان زين اجي على اول نقطة يقول لك someone who flies a plane من كلمة plane طيارة ويطير من ويطير الطيارة pilot طبعا طلا رجاء انا من اترجم اكتب اغلبها مكررة صدقني copy paste بالوزارة مراح تشوف شي غريب زين يقول about that hint and called other people الطيار اللي يكتل ويصيد بقية الطيور شي يسمو predator you can clean your teeth لقيت teeth اقول لتو brush مباشرة بدون ما اصفن اصلا يقول يقول لك اتمي يخلي cars السيارات البوت القوارب البلايين الطيارات تتحرك من هو الانجن المحرك and you go to one of these to hear someone sing or play music تروح لهذا المكان حتى تسمع موسيقى وتسمع واحد دي يغني concert it gives information ينطيك بس تقرأ كلمة information معلومات يجب بالك documentary اعيد بس تقرأ كلمة information documentary يقول لك ينطي معلومات عن موضوع معين documentary عيد وضمين of concert مكان تسمع بي music engine معناها محرك pilot طيار documentary وثائقي predator مفترس tooth brush معناها فرشة أسنان توصيل charity معناها صدقة أو فلوس تنطيها لأحد يعني منظمة احتمال يكون events حدث زين wind رياح car سيارة graduate تخرج video نفس الفيديو swimming سباحة يمكن اكو كلمات جديدة عليك مثلا charity أو مثلا عندك كلمة wind صح لو لا صح بهاي الحالة انت بالوزارة نفس الطريقة اللي اعلنتك عليها احل اللي اعرف يعني شلون يعني انا عندي games ويا من راح اخلي اكيد video games يعني معناها هنان راح اخلي اي صح صح زين انا عندي swimming وعندي pool اكيد swimming pool حلو اذا اخلي على swimming c احل 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 اللي اعرف احل 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 احسن ما انا ضيع الكل علي احل اللي اعرف وبالنهاية اللي ما عرف زين احل احل تكون عندي غلطة غلطين احسن مما احسن تكون عندي فد 4 احل احل اللي اعرف وبالنهاية اخلي اللي ما اعرف زين اجي على c عندني اختيارات طبعا بقى اختيارات بس بالطبع اكفت شغلة انه صار انا هي مو اي هي مثل الكم بين الذين يبقوا سأنا سأسو هي حتى نفرق بناته اوكي راح اجي على اول نقطة يقول افت اذا انت تعرف البيت راح تعرف حال ما تعرف يعني لا افت هو طبيب بيطري يقول طبيبي بيطري هو الشخص اللي يشتري ويبيع لو يعتني بالحيوانات المريضة اكيد يعتني بالحيوانات المريضة هو ما يشتري ويبيع هو طبيب بيطري رافل cannot help me now ما تقدر تساعد ني هس هي is cooking لو drawing some picture for exception داترسم بعض الصور للمعرض مادام عندي صور ومادام عندي معرض اذا هي تطبخ لو ترسم ترسم cars have السيارات اذا بيها airbag لو GPS so that driver can't be lost انت مدك دار ضيع اذا عندك airbag لو GPS لا اكيد GPS marshes arab raise lo grow pavillos some sheep and cattle raise lo grow raise معناها يربي يعني تربي هاي الحيوانات اللي هي sheep والكتل وما قالت the old man needs الرجل الكبير شي يحتاج لانه غير قادر على see انا اش قلت لك قلت لك اذا walk wheelchair اذا see spectacles لان نظرة طبية اذا وركز وياي I think الآية يصير capital I think ما لها علاقة تنزل نفس ما هي منير يصير capital لان اسم want اللي هي will not لازم احط الكوما ما للنفي go to حلة capital next نفس ما هي friday يصير capital friday ايضا يصير درجة درجتي ثلاث درجات اربعة خمس درجات عرفت الآية يصير capital منير يصير capital الكوما ما want الحلة capital و friday ايضا capital خليها ببالك هكو 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 مدن وايام الاسبوع وايام الاشهر ايضا وال i وين ما يكون موقع بالجملة capital i i i i i am حسب تمام زيان راح اجي امسح البورد اني حتى انتقل لسؤال الى سؤال لسبالينج اللي هو هذا السؤال الاخير زيان يقول لي tall صارت taller terrible ما يصر اقول taller يعني حتى هيا اصلا ما تلفظ more terrible happy unhappy اذا polite impolite مؤدب polite impolite غير مؤدب i صارت me اذا we us وكتب لي عليها مكرر why مكرر بالوزاري car صارت cars بالجمع اذا story اذا y قبل حرف صحيح ركز كل الزيان بالملاحظة اذا y قبل حرف صحيح يقلب الى i ونضيف es واذا y قبل حرف علة كل شي ما نقلب y قبل حرف صحيح اقلب قبل حرف علة ما اقلب قبل اضيف s قبل يعني قبل زي doing ضيف نالها ing hits اذا كان الفعل ينتهي بحرف صحيح واحد يسبق حرف علة واحد يضاعف يضاعف الحرف الصحيح وش نضيف ing اراك صارت اراكي حطينا لها i اذا ايجبت 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 وايضا تعتبر الايجبت مكررة هواية بالوزاري انا اكون ختمت حلقتي لليوم اللي هي وزاريات 2017 2018 2019 2019 دور اول اوعدكم بحلقة جديدة او حلقة ثانية راح نتناول بيها ايضا 20 22 23 ختم محاور اليوم باي